هنا تونس مستمعيدي وانا فهم مرحبا بكم من جديد برنامج هنا تونس مازال متواصل حتى للماضي الساعتين في جزء الأول يستضيف الباحث في علم الاجتماع السياسي والناشط في المجتمع المدني صحب التجربة السياسية الكبيرة الأستاذ ماهر أحنين نحكيه معاه على كتاب ومجتمع المقاومة ما بعد الإسلاموية ما بعد البرغيبية ما بعد الماركسية ماهر أحنين كتاب مغري من عنوانه من البداية ربما يعكس مقاربة ما تحليلية لتونس وتحولاتها الاجتماعية في سياق الانتقال الديمقراطي لماذا يكتب ماهر أحنين عن مجتمع المقاومة؟ في الواقع الكتابة كانت فعل سياسي وفعل مقاومة في حد ذاته في حقوق الوقات بالنسبة لأنا ولا بالنسبة لكل إنسان قاوم الاستبداد لمرحلة معينة خاصة بداية من السنوات الألفين الفضاء اللي كانت فتحته جريد الموقف والطريق الجديد وبعض الفضاءات الإلكترونية في وقت والمقاة عطانا قناعة أن الكتابة هي فعل من الأفعال تختلف عن ربما العمل الدعائي أو العمل الشافوي أو اللقاءات العابرة لأن الفعل الكتابة فعل مؤسس مهما كان مجاله الكتاب هذا يندرج في إطار مراوحة ما بين هاجسين في الواقع وأنا أعتقد أنه ربما قلت هذا في التوطأ ربما الكتاب هذا جاء قبل وقته لأنه ربما كان ينتظر مني من ناحية الأكاديمية انتظار أكثر وتمعين أكثر في المفاهيم وبحث أكثر ربما في المرجعيات وعمل استقصائي أكبر وعمل تحقيقات ميدانية أطول إلى آخره وربما جاء بعد وقته باعتبار أن الحركة السياسية والحركة الاجتماعية وتسارع الأحداث التي تمر به تونس يخذنا لازم نكون وحاضرين على الأقل بمحاولة مقاربة الواقع هذه من خلال مفعل الكتابة الكتابة كتبته في علاقة بمسار نظالي عملي بالنسبة لي أنا خاصة بعد 2014 في علاقة بالحركات التحتاجية والحركات الاجتماعية وقربي من الحركات الحقوقية والمدنية وكان كذلك انطلاقا من عودتي بصفة خاصة إلى مجال البحث الجامعي لأنني استأنفت البحث الجامعي من خلال ماجستير مهني في علم الاجتماع التنمية والعمل المحلي في كولي التسعة عفريل اللي احتفلت منذ أيامات بستين عام على نشأته وهي يظل مغسى عريق معناها يمكن اعتبارها معناتها الحجر الأول في الجامعة التنسية والحجر الأول ربما في تكوين أجيال من المناظرين التقدميين واليسيريين في مرحلة من المرحل الكتاب جاء يحاول يجاوب على ثلاثة حاجات أولا هو الدفاع مجدد على الثورة كان هناك محاولة تشكيب كبيرة في الثورة التنسية باعتبارها ثورة برويتا باعتبارها ثورة فوضى باعتبارها ثورة أربكة الدولة هناك حتى عودة الآن إلى الحديث عن أن الثورة هذه خطأ تاريخي لابد أن نغلق هذا القوس جاء يجاوب كيف على فكرة أساسية أن الشعوب الشرق في التصورات المركزية الأوروبية وفي التصورات حتى الاستعمارية الشعوب لا تثور من أجل الديمقراطية شعوب أما أن تضع للاستعمار أو أن تقبل الوصاية الاقتصادية والثقافية وحتى السياسية بين الثورة التنسية وتوى الثورة الجزائرية والسودانية هذه الشعوب يمكن أن تكون مسلمة وعاشقة للحرية وعاشقة للديمقراطية يمكن أن تكون متعددة إثنيا وقوميا وفكريا وتكون مؤمنة بقيام الديمقراطية الكونية وجاء كيف يحاول لي يجاوب على فكرة أساسية أن الانتقال الديمقراطي أو مسار التحول الديمقراطي أو عمق التحول الديمقراطي مازال موجود في المجتمع التونسي رغم أن الظاهر الآن في المؤسسات أو الظاهر في المؤسسات البرلمانية المنتخبة أو الظاهر حتى في الإعلام السئد أو الظاهر حتى في المناخ العام اللي تمر به البلاد أن المجتمع ميت وأن المجتمع هادئ وأن المجتمع كفى أن يطالب بحقوقه لا مش صحيح الكتاب يحاول يبين ويحاول يسلط الأضواء ويعطي ربما إضاءة تحليلية مش فقط إخبارية أن هذا المجتمع التحتي نعبض بالحياة أن هذا المجتمع التحتي يتجاسر ينز يتعب مرهق ولكنه يستقل على نفسه ويجد أشكال عديدة بشيق فرساقية من رأخر في مجتمع المقاومة في تونس الآن وهنا ثمانية سنين بعد الثورة مهر حنين من يقاوم من؟ الثورة في حد ذاتها أسقطت النظام السياسي وأسقطت كذلك الخيارات الاقتصادية اللي يراه اللي مازلنا نعملوا على تغييرها وتعديلها أسقطت كذلك بصفة بسيكولوجية ولوسيسيولوجية كل أنمات الشخصية التسلطية اللي يمكن تسيطر على أي مواطن تونسي سكان مره ولا رجل ولا شاب ولا عامل ولا طالب ولا مثقف ولا مبدع ولا فلاح ولا مهاجر كل هالفصائل هذه تحررت بفعل الحدث الثوري اللي كان حدث مزلزل في السيكولوجيا اليوم المقاومة هي مقاومة لكل أشكال التسلط أولا ساعة استمرار لمقاومة إعادة انتاج التسلطي على مستوى الدولة هناك محاولة لإعادة انتاج التسلط إعادة انتاج صورة الحاكم الواحد إعادة انتاج صورة الرأي الواحد إعادة انتاج صورة الرأي الغالب الحاكم اللي كالشمس يضوي على كل شيء اللي يمكن نسمعوا حتى بعض المسؤولين في مصالح إدارية عندما يصرحوا على أشياء بسيطة يعودوا يرجعوا الرئيس الحكومة الرئيس الجمهوري يعني هناك إعادة انتاج بسيكولوجيا لقبول التسلط للقابلية بقبول التسلط وشخصية التسلطية هذه هي شخصية سلبية جداً في علاقة بالشأن السياسي في علاقة بالشأن الاجتماعي هو مقاومة كذلك لكل أشكال الحيف الاجتماعي والإهانة الاجتماعية والاحتقار الاجتماعي وكل أشكال الخزي اللي يمكن تبعث شكل من أشكال الألم في إحساس كل تونسي وكل تونسية هي مقاومة كذلك اللي يمكن مظاهر الفساد والمحسوبية اللي يتخلي الإثراء الغير مشروع مازال قايم الذات اللي يتخلي عدد قليل من العائلات مازال هو اللي متمكن من الثروة ومتمكن كذلك من السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية هي مقاومة الرداء السائدة الآن هي مقاومة كذلك إيجابية هي مقاومة لكل استسلام هي مقاومة لكل خنوع هي مقاومة لكل تبعية ممكنة إذن هي فعل بالمعنى الدفاعي أخلاقي أنتولوجي وكذلك بالمعنى السياسي هي فعل مؤسس فعل مؤسس بالفعل لتوسيع مجال الشأن السياسي والفضاء العام وجعل هذا الفضاء العام يتساعد الجميع أشرت في كتابك لتمظهرات وأشكال من المقاومة القائمة اليوم في المجتمع المدني أحكيت على سردية جديدة للمقاومة من خلال حركة المعطلين عن العمل من خلال حركة المدودين من خلال الفن ومقاومة الهامش وأشرت لموسيقى الراب كنموذج اليوم ربما يعبر على شكل من أشكال المقاومة المجتمعية التحتيات حدثت أيضا على حركة منيش مسامح واعتبرت وأنها تتملك إيطيقة الثورة في قوتها المادية مهر حنين اليوم من خلال هذه التعبيرات الجديدة هل المقاومة عندها فقط ببعد مدني أم أيضا اليوم فما رافض سياسي يعكس هذه المقاومة المجتمعية المقاومة عندها بعد أولا حقوقي عشنا فترة أساسية حاسمة في وقت والوقات بين 2011 و2013 كانت مقاومة من أجل الدولة يعني هذا بيان أساسي أن الثورة التنسية لم تكن ثورة بالمعنى الأنتروبولوجي ضد الدولة المدنية كانت بالعكس الثورة لتثبيت أركان الدولة المدنية وقوة الدولة المدنية هذه الدولة اللي سميها محمد حدث دولة عالقة يبدو أننا ركزنا ركازها وأكدنا أنها دولة مدنية نذكرنا سكل في وقت والقات أن مدنيت الدولة كانت في خطر وأن مؤسسات العسكرية والأمنية والمجتمع المدني والنساء تونس خاصة كانوا في المقدمة من أجل الدفاع على الدولة المدنية وانتصرنا وقدمنا شهداء قادة سياسيين شكري محمد العجلاني قدمنا كذلك ربما جرحة عديدين في هذا المؤسسة الأمنية والعسكرية قدمت جرحة وضحايا في هذا الاتجاه في مرحلة كانت فيها الثورة التنسية تمر بمنعارش صعب خاصة في علاقة بالتحولات المنطقة في سوريا وفي ليبيا كان هناك تشكيك حتى في المجال الترابي وفي علم الدولة هذه وفي نشيدها الوطني وفي عمقها الإصلاحي دفعنا عليها باستماية كبيرة وبينا بالفعل أن التونس جديرين بأن نعيش في دولة ديمقراطية ودولة مدنية لكن هذا غير كيف الثورة تأخذ عمقها الاجتماعي وتأخذ عمقها التاريخي عندما تغير العلاقات الاجتماعية وتغير العلاقات الاقتصادية السائدة في لحظة تاريخية معينة وإلا تتراجع إلى الوراء وإلا تغلبها الثورة المضادة ولا تأكل أبنائهم الجديد دخلهم للحبس تردهم يمكن حتى تقسيهم يمكن تتفاحم حتى للهجرة القصرية أو الهجرة الطوعية حاولت نبين لمجتمع المقاومة هذا في عمقه الاجتماعي في عمقه الاقتصادي في عمقه الطبقي ما زال يهم فئات عديدة في المجتمع التونسي هناك العديد من الفئات ما زالت تعيش الضيم من هذا الحيف الاقتصادي والحيف الاجتماعي المتعلق بإنتاج الثروة وتوزيع الثروة هناك كذلك جهات عديدة أو فئات عديدة شبابية ما زالت تشعر بالإقصى خاصة الشباب تشوف اليوم الحيوط مثل الحوم الشعبية وتشوف ملاعب كورة القدم وتشوف تحت القناتر وتشوف مهرجانات السينيما وتشوف حتى خرشة البكسبور الآن منذ 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 والغرافيتين والرسوم أنا كلمة المقاومة لقيتها على الأقل في خرشتين تحت البكسبور منذ يومين في جابس تقريبا في طريق مدنين وكذلك في معهد نهج روسيا هناك إحساس حقيقي بأن هذا الشباب يريد أن يقاوم حقيقة من أجل وجوده من أجل حقه في الحياة هناك مقاومة نسوية كبيرة في تونس من أجل المساواة في كل المجالات خاصة المساواة في الإرث بين المرأة والرجل هناك مقاومة من أجل الحقوق الفردية التي يقوم بها المثليون في عديد المجالات المدنية هناك مقاومة كذلك حقيقية تخوذ فئات عديدة من المجتمع من أجل دخول عالم العمل وعالم الإنتاج ليس بضرورة في الوظيفة العمومية حتى من أجل بعث المؤسسات اليوم المحسوبية والقروض البنكية والإدارة ما زالت مفتوحة فقط لفئة معينة دون فئات أخرى هناك مقاومة من أجل منوال تنموي اقتصادي جديد يعيد بناء كيفية إنتاج الثروة داخل الاقتصاد التونسي بين الفئات والجهات ويفتح الفرص للجميع جمنات كذلك درس حقيقي وعميق في المقاومة في هذه المرحلة حركة منيش مسامح بينت بالفعل أن تجربة المقاومة يمكن أن تكون شعبية ويمكن أن تكون جريئة ويمكن أن تكون واقعة ووازنة في المجتمع وفي الشارع والأشكال الجديدة التي عندما تبدأتها تجربة هذه بينت بالفعل أن مقاومة الفساد وأن قانون المصالحة كان ضد خط الثورة وربما كان طعنة في ظهر الثورة وانا شفنا قانون المصالحة بجيب ألف دولارات أو ألف مليارات الدولارات الدولارات أو معناها الدينارات للاقتصاد التونسي ما جابت حد شي جابت كان مزيد من الفقر والتهميش هكذا تشوف عودة الحركات الاحتجاجية والاجتماعية في عديد الجهات روح المقاومة بهذا المعنى ماذا تعني؟ تعني أن المجتمع اليوم فيه مخاذ حقيقي للتغيير وأن التسلطية السياسية والتسلطية الدينية والتسلطية الاقتصادية ومحاولة احتكال الثروة سيكون بضرورة دافع إلى احتقال اجتماعي كبير اليوم المجتمع التحتي يغلي لكن خاصية هذا المجتمع خليني أفتخر به واعتبره ربما بوابة انتقال تاريخي في تاريخ تونس هذو ما ناش مهزوش السلاح ومشاول الشعام هذو ما ناش ممشاوش يتدربوا بقار التوضف وهذو ما ناش مهماش ضد الدولة هذو ما ناش مقطعوش بتقاط تعريفهم تح هذو ما ناش مازال عندهم ارتباط حقيقي بعائلاتهم بأحيائهم بقراءهم بمدنهم بمدرستهم بعلم تونس بنتشيد الوطني لتونس بثورة تونس بعمقهم المغاري بعمقهم التاريخي هم أبناء المدرسة العمومية والجامعة العمومية ومجلة الحوال الشخصية الناس هذو ما يدقوا على باب الدولة يحبوا يدخلوا في المنظومة السياسية مهماش يعتبر روحهم خارجها اليوم المنظومة السياسية هي اللي قاعدة تقصي فيهم هي اللي تحاول تعمل لعبة سياسية إقصائية تحاول تعمل لعبة سياسية وإعلامية وحزبية إقصائية اليوم هناك صعي حقيقي يلحصر التنافس السياسي بين الإسلام السياسي ومنظومة الحكم القديمة مجتمع المقاومة يقول لا مجتمع المقاومة صوت آخر ربما الآن ما عندوش قبلة سياسية واضحة ما عندوش نية تصويت واضحة ما زال مفكك ما زال غير متمفصل بطريقة جيدة لكن على الأقل السرديات هذه الفرعية الموجودة في عمق المجتمع لابد نشوفها لابد نغزرولها هي بالمعنى الفني بالمعنى الموسيقي نوتات متعددة على آلة البيانو روما تعطي أصوات مختلفة ولكنها عندما تتجمع ستعطي ما رحلين البحث في علم الاجتماع وعضو منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما زلنا مواصلين حوارنا معك حول كتابك مجتمع المقاومة بعد الاسلاموية ما بعد البرجبية ما بعد الماركسية قراءة ومقاربة فيها الكثير من الحماسة فيها الكثير من التفاؤل رغم تعداد مجموعة من الخيبات والتعثرات التي اكتنفت مسار الانتقال الديمقراطي وثنائية الاجتماعي والسياسي اليوم في سياق الانتقال الديمقراطي في تونس نحكيه كل هذا بعد الفصل هنا تونس مستمعي ديوان الفان مرحبا بكم من جديد شكرا لكل من التحق من الآن على مواجه ديوان الفان برنامج هنا تونس في جزء الأول اليوم يستضيف البحث في علم الاجتماع والناشط السياسي والمدني ماهر نحكيه على كتابه والجديد مجتمع المقاومة ما بعد الإسلامية ما بعد البرجيبية ما بعد الماركسية كتاب صادر عن كلمات عابرة وبدعم من جمعية نشاز ومؤسسة روزا لوكسنبورغ مهر احنين في علاقة بهذا الكتاب اللي فيه محاولة تفهمية تأملية في علاقة بمصار الانتقال الديمقراطي من منظور مجتمعي تحتي في خضم هذه المقاومة اللي تحكي عليها في كتابك من قبل فئات من قبل مجموعات من قبل طاقات شبابية اليوم وذكرت عديد الأمثلة تحدثت عن مجتمع ما بعد الإسلامية ما بعد البرجيبية وما بعد الماركسية هل هو مجتمع يقاوم بلا ايدولوجيا؟ هو مجتمع يقاوم بقيم أكيد يقاوم بطاقة كبيرة من أجل الحرية والانعتاق ولكن عندما نعود إلى هذا المجتمع إلى سردياته إلى مقولاته إلى الأطور المرجعية اللي هو يستعملها في بناء أدوات المقاومة وأسليب المقاومة نجد بالفعل أن هذا المجتمع يريد أن يقطع مع هذه الديولوجيات أو يريد أن يقطع على الأقل مع دغمائية هذه الديولوجيات لأن كلمة المابعد لا تعني الطمس والنفي النهائي تعني التجاوز تعني التجديد اليوم أكيد كل مجتمع كيم والمجتمع التونسي واحد منهم هناك أوسات محافظة متدينة ترى في ربما في المرجعية التخلق الديني أو مرجعية تنظيم الحياة الأسرية وتنظيم الحياة الخاصة مرجعية دينية هذه الفئات وهؤلاء الأفراد من حقهم أن يكونوا موجودين في هذا المجتمع والدولة الديمقراطية عليها أن تحمي حقوق هؤلاء الأفراد والدولة الديمقراطية ليمكن أن تكون دولة تنزح حجاب المرأة بالعنف أو تمنع الناس من الصلاة في المساجد هذه الدولة لابد أن تضمن هذه الحريات ولكن تضمن مع هذه الحريات لهؤلاء حريات كذلك الرأي والتعبير بما فيها حرية الإلحاد وحرية الإفطار في رمضان وحرية التعبير عن الرأي وحرية الإبداع الفني إذن هذه الحريات الديمقراطية ما تجم تكون إلا خارج أطور الدولة الدينية وخارج أطور الدولة الشمولية والتسلطية إذن اعتبر أن الإسلاميين أو الإسلام الأخواني بصفة أدق أنا الأغوان أن يكف عن تبني مرجعية شمولية تسلطية تعتبر أن تطبيق أحكام الشريعة وتعتبر أن الرجوع إلى نصوص دينية تاريخية هو الذي يمكن أن ينقذ المجتمع وينقذ الأخلاق العامة في البلد الإسلاميين في تونس ما زالوا إخوانيين ما رحلين؟ في داخلهم هناك الطيار إخواني ما زال قايم الزيت ونجد أن الحركة الإسلامية حركة واسعة متعددة فيها أصوات ليبرالية فيها أصوات تحرورية فيها محاولة للإجتهاء ولكن فيها حيانا أصوات تبين أنها إخوانية ولم تغادل المربع الأخواني في عديد المحطات نجد أن هذه الأصوات ترجع وتعود وتحتل الفضاء العام حركة النهضة في مجتمع المقاومة وين ممكن نصنفها؟ لا حركة النهضة ما اعتبرت هيش داخل مجتمع المقاومة كحركة سياسية ولا كقواعد بالعكس اعتبرت أن المقاومة تمت خارج إطار حركة النهضة وأحيانا ضد إرادة حركة النهضة وفي مقاومة تسلطية حركة النهضة في مرحلة من المراحل وفي محاور معينة بل أعتبر الآن أن حكم حركة النهضة منذ 2014 إلى الآن ومشاركتها في الحكم هو مشاركة في تطبيق سياسات اقتصادية ليبرالية مجحفة المجتمع يقومها والمجتمع بإمكانه أن يكتشف الآن أن الإسلام السياسي يمكن أن يحصد أصوات الفقراء وأصوات المساكين وأصوات المحتاجين وحركة النهضة من المعلوم وأنه قطاعات واسعة من قواعده هما ينتميوا للفئات المتوسطة والفقيرة هما العامل والموظف والفلاح والمواطن العادي لاعيش بين ذفرين يظر لي في فما هذا وهذا في حركة النهضة وفي الإسلام السياسي بصفة عامة ونرجع أنا إلى كتاب اسمه باتريك هني يحكي على إسلام السوق يعني هناك إمكانية بظهور اليوم نخب محافظة متدينة تنتمي إلى أوساط عليا من الرئاسمال التجاري والرئاسمال البنكي والمعاملات التجارية الخارجية والتوريد التركي والتوريد القطري ورحلات ربما الاستشفائية وكل هذا داخل في إطار البزنس الإسلامي في حال لكن أكيد أن الدعاية السياسية والانتخابية يمكن أن تسلط الأضواء على خوف معين لدى أوساط المحافظين لدى ربما رهاب معين من الدولة السلطية اللي كان يمنسها بن علي في اختلقات وهي دولة بوليسية تركت ربما أنتروماء كبير يسر في أوساط المحافظين والمتدينين رفضناها قفنا ضدها ما زالنا يقف ضدها كانت حابة ترجع إلى حد الآن لأنه من حق كل تونسي بيش يعيش كما يحب لكن تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مجال الفلاحة والتعليم والاقتصاد والصحة والخدمات العمومية والبنية التحتية والنهوض بالجهات هذه خيارات اقتصادية هذه خيارات ايديولوجية اليوم الإسلام السياسي في المغرب ولا في تونس ولا في تركيا يتبنى خيارات نيوليبرالية لا تغادر ضغمائية اقتصاد السوق ولا تغادر ضغمائية تراجع الدولة عن دورها الاجتماعي هالمجتمع هذا اللي قاعدين قوموا فيه هو مجتمع يتوق إلى الحرية مجتمع يرفض الإهانة وراه الإنسان عندما يكون متدين بالمعنى الروحي بالمعنى الديني بالمعنى التقوسي بالمعنى القيمي يكون إنسان مشبع بالصدق وعندما يكتشف النفاق حتى عند المتدينين فننقلب عليهم بقوة كبيرة اليوم رأى فما أمكانية الانقلاب على هذا الخطاب الديني يسمي نفسه موحدة دل بتطرف أكبر بخطاب ديني وبالتعب أدينية مسلحة وهذا خطير على المجتمع وخطير على الدولة وخطير على انتقال الديمقراطي المجتمع اللي حكيت عليه في الكتاب اللي صلت عليه الظو هو مجتمع منه آخر هو مجتمع معلما تحتي هو مجتمع العلمنة الزاحفة في داخله في احتفالاتنا في أعراسنا في علاقاتنا الأسرية في تعاملنا مع منازلنا في تعاملنا مع بيوتنا في تعاملنا في مجال العمل هذا المجتمع تعلمنا دون أن تكون له في الواقع يعني هي مشرد علمنة سلوكية هي علمنة سلوكية تحتية سميها أصف بيات علمنة زاحفة داخل الفضاء العام بطريقة تلقائية نروا نجدوها مقبلة نجدوها في العراس نجدوها في المزود نجدوها في الغناء الشعبي ونجدوها في النكتة ونجدوها في التعايش داخل العائلة بين اللي صلي وبين اللي ربما مش متدين ولا اللي ربما عنده سلوك آخر تحرري أكثر نجدوها في الاستياف هذه السلوكات في الواقع تبين أنه أنتروبولوجيا المجتمع التونسي متعدد ما نجي من المجتمع التونسي هذا يعيش مع بعضه إلا في إطار أولا الساعة رفع التسلطية والشمولية على المجتمع فماش حتى مرجعية دينية ولا مرجعية قفالية ولا مرجعية مالية ولا مرجعية إعلامية عند حق تتمارس ضغط على المجتمع ثم أن تكون الدولة بالفعل دولة الجميع أن تسمح هذه الدولة بكل مكوناتها حتى الأقليات حتى كان نعتبروا فما أقليات يعتبرهم المحافظين أو الإسلاميين أقليات حتى الأقليات من حقها تعبر عن نفسها سواء كانت فكرية أو جنسية أو فلسفية أو سلوكية المجتمع هذا كيف كيف قلت هو ضد البرجيبية أو مبعد البرجيبية شمعتها مبعد البرجيبية مش معانتها تنكر إلى الرصيد التاريخي والرصيد الوطني والرصيد الإصلاحي لدولة برغيبة مش في قطيعة مع الموروث الإصلاحي التاريخي مش في قطيعة مش ممكن إلا في تواصل واستمرار أنا نفسي ابن مدرسة الجمهورية أنا من عائلة متواضعة عائلة مش فقيرة الكتاب هذي هذي الروح والدي لو لا العمل المتاعه ما كنتش نكون أنا أستاذ ولا باحث ولا أختي كيف يكون عندهم المستوى هذي اللي احنا عليهم الحمد لله أنا قبل المدرسة هذي لو كان مش الصحة العمومية والمستوصف والمدرسة العمومية ما كنتش نكون عندي الصحة هذي وعندي القدرة هذية بش نكتب كتاب ولا بش عندها نكون موجود لكن اليوم الديمقراطية تبحث عن الفرد والدولة البرجيبية تعصفت على الفرد وتجهلت الفرد تبنيد الاعتراف بالجهات ودولة البرجيبية تبنيد فيها نوع من احتقال للجهات الداخلية الثورة هذي ثورة في الواقع تبحث عن التعدد الفكري تبحث عن امكانية أن يكون الفضاء العام فضاء مفتوح للجميع للعلماني للمتدين هذي ما بعد البرجيبية ما بعد البرجيبية تقول أننا نحتاج إلى مؤسسات إلى تداول على السلطة إلى وضع حد لصنمية الزعيم الواحد والرأي الواحد والحزب الواحد إلى أفقية حقيقية في العلاقات السياسية والداخلية والاجتماعية الحالين اللي نشاهدوا فيه اليوم البرجيبية والبرجيبية ما رحلين وتتابع اليوم حتى في الساحة الحزبية صعود أحزاب تقول وأنها تنتسب للبرجيبية رينا ما قام به البلجيقات سبسي ونجاحه الانتخابي في 2014 تحت هذا الشعار وتحت هذا الغطاء اليوم أيضا صعود حزب عبير موسي الحزب الدستوري الحر اليوم هذا الواقع السياسي اللي نعيش فيه في علاقة بما تسميه انتما بعد البرجيبية مينجمش ربما يحد من واجهة هذه الأطروحة لا هي أطروحة فكرية وسياسية أنا ما نصورش لو كان نعمل حوار كخيالي مع برجيبية يرحمه في عنف وين وفي آخر السبعينات بش يتعامل مع الظوار هذه بإيجابية معنى أنت ذكر برجيبية كان جريد تتجاه لعدي الظوار رديئة في التاريخ العربي ولا حتى في التاريخ التونسي اللي حبي يكون تلميذ برجيبا بالحق اللي حبي يكون على خطاب برجيبا ما يعملش اللي عملوا برجيبا يعمل بالروح البرجيبية وأنا في تقدير اعتبر أن الروح اللي يمكن أنا تربيت عليها هي روح برجيبا حشاد لأن الراف في برجيبا روح حشاد الذي فقدناه والراف في حشاد يقضى برقيبية وطنيا صح التعبير فمن خيال الجماعي التونسي تبنى على أساس برقيبة حشيد وأنا أعتبر نفسي في الواقع سليل هذه الرؤية المجتمعية النقابية الاجتماعية وكذلك الدستورية الأسلاحية الوطنية تونس تحرت بالرافدين هذا والرافدين هذا ما اليوم بناء الدولة لكن اليوم فيما جيل جديد وفما تواصل جديد وفما إعلام جديد وفما فكر جديد وفما ثقافة جديدة ترفض التسلطية والرأي الواحد والزعيم الواحد والرجل المنقذ وصنع التغيير عبير موسي تمثل المقاربة اللي تعتبرها أنت ما بعد البورجبية ما رحنين؟ عبير موسي ثورة مضادة عبير موسي نوفمبرية عبير موسي عودة لخطاب بن علي بدون دردد وبدون حمل أقنعة مع أنت تعتبر أن هذه الثورة كانت خطأ وأن التونسيين خسروا الأمن الاستقرار اللي كانوا مفروا بن علي هذا خطاب في الواقع لا يمكن قبوله وخطاب مؤلم بالنسبة للثوار وبالنسبة للشهداء الثورة وبالنسبة للتوانسة الكل أنا أعتقد أن النقاش ليس في المستوى هذا يعني النقاش في مستوى كيف يمكن أن نبني تونس الجديدة والجمهورية الديمقراطية والاجتماعية بإقحام كل مقاومات وعناصر إيجابية في الدولة الوطنية لكن بيتجاوز نقاسها وبيتجاوز معناها ربما تعثوراتها أضفت حاجة أخرى هذا فيما بعد هذا قد ذلك ما بعد الماركسية وهذا هو السؤال اللي مش جاوبنا عليه بعد قليل مش من الإشحاف وأنك تضع الإسلاميين والبرجبيين والماركسيين وهذا ما يمثل على أقل في بعد العام العائلة اليسارية اللي يفترض هي تكون الأقرب لمجتمع المقاومة كيف يمكن أن نفسر هذه المفارقة وهل من الإشحاف اليوم وأنك وضعت الماركسيين في نفس الخانة مع الإسلاميين والبرجبيين ولهذا دعيت لمرحلة جديدة مرحلة مبعد الإسلاموية مبعد البرجبيين ومبعد الماركسية ما زلنا موصلين حوارنا بعد قليل معظيفنا ماهر حنين حول كتابه الجديد مجتمع المقاومة مباشرة هنا تونس مستمعيدي وانا فهم مرحب بكم من جديد ما زلنا موصلين معاكم حتى للماضي ساعتين برنامج هنا تونس كل عادة جيكم مباشرة من ستوديو الفقيد فكري بداية من تونس العاصمة في الجوزة الأول اليوم نحكيه على الكتاب الجديد للباحث في علم الاجتماع والنشط السياسي والنشط في المجتمع المدني ماهر حنين مجتمع المقاومة ما بعد الإسلاموية ما بعد البرجبية ما بعد الماركسية قراءة في التحولات والمسار التي تعيش تونس على ظوء الانتقال الديمقراطي من منظور اجتماعي ومن منظور فكري سياسي عديد النقاط اللي أكيد مش تعترضكم في هذا الكتاب كتاب شيق كتاب أيضا ربما ينجم يبعث على التفكير في عديد القضايا الآنية اللي نعيش فيها عديد الظواهل اللي ربما نرصدوها في حياتنا اليومية من خلال وسائل الأعلام من خلال الواقع الميداني وفكرة يعبر عليها في هذا الكتاب مهر حني المجتمع المقاومة كما يراه في كتاب ونحكيه عليه بأكثر تفاصيل لكن قبل هذين نذكر المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل صفحة الفيسبوك دي أنا فهم نتجم تخليه فيها كل التفاعلات والأراء والمقترحات إذن تجم تابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر ستريمينج لايف على صفحة الفيسبوك دي أنا فهم كما تجم تابعونا زاد على السيتويب دي أنا فهم بونات لتقاو فيه آخر الأخبار والجميع تشجيلات برامجنا مهر حنين اليساري ابن اليسار الطلابي ابن الحزب الديمقراطي التقدمي ابن الحزب الجمهوري ابن المصارى الديمقراطي الاجتماعي ولد الفضاء المدني الحقوقي اليساري ينتقد الماركسية ويدعو إلى مبعد الماركسية في الواقع بكل تواضع لا أدعي أني أملك نظرية متكاملة ولا عندي اتلاع حتى عن نظريات متكاملة في هذا الاتجاه في الواقع نقد الماركسية مش جديد نقد الماركسية قديم نقد الماركسية موجود على مستوى فكري وعلى مستوى السياسي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والماركسية كفكر والماركسية كالتصور وماركسية كأدوات تحليل تجدد نفسها وتحاول أن تجد سبول تجديد نفسها مدرسة فرانكفورت كانت في هذا الاتجاه أمريكا اللاتينية كانت فيها العديد الإسهامات لتجديد وتطوير الأدوات التحليل الماركسية لو كان ما جاتش فما الفصل هذا والعنون هذا رأوا كان الكتاب يعبرش بالصدق على الحيرة والقلق اللي أنا عايشه وعلى مستوى فكري وعلى مستوى عملي وميداني علش نقول ما بعد الماركسية وربما نقول بشكل أكثر أدق من أجل الماركسية جديدة أو الماركسية متجددة لأنه المسألة نقدية في الواقع ميش عقائدية بأتم عنها الكلمة لني أعتبر أن الأدوات فهم الثورات بصفة عامة يعني ثورة الطبقة العاملة وثورة البلوريتاريا الصناعية وثورة المصانع الكبرى وثورة ترفضها النقابات هذه الثورات يبدو أنها الآن في مأزق عالمي أو في مأزق كوني مش فقط في تونس ينضف إليها مجتمعات الشرق اللي هي مجتمعات فيها حضور حقيقي وكبيق قوي للفلاحين للفئات المهمشة للأرياف الثورة التونسية بينت اللي لم تكن ثورة طبقة عاملة أو التحالف طبقي ضد الطبقة البرجوازية بالعكس في وقت ووقات أوساط عليا من المثقب والمثقفين التحقوا بالثورة هذه وحتى جوز كبير من البرجوازية الوطنية التحق بها أو في آخر الأمر سعدة بها لأنه اعتبرها ثورة كرامة وثورة إعادة الاعتبار للتونسيين جميعا مهما كان مقوح حمل طبقي كان الثورة يطلب فيها المعطنين العمل التحول إلى أجراء التحول إلى منتجين مش فقط مش ثورة طاقة العمل ضد رأس المال هي ثورة كينزية ساحة تابري بأتم عنها الكلمة فممعطة آخر في الثورة ما تعلق بالبعد الأخلاقي والإتيقي في الثورة والوجود الكرامة فكرة الكرامة هي فكرة فلسفية عميقة في الواقع مش موجودة فقط في الحياة المادية للبشر هي في الحياة الروحية والمعنوية للإنسان هي ثورة كذلك ما بعد باركسية من جهة ربما دور الثقافة فيها ودور العامل الثقافي فيها بالمعنى الجرامشي شنية الهيمنة الثقافية اللي يمكن تسيطر في المجتمع ولا تسود في المجتمع هذاك علش استنجت في الواقع باقتضاب لأنه هذا جاء في آخر الكتاب من كيش الكتاب يقولي ربما أطول أكثر من هذا وربما أنا خيارتي يكون سهل القراءة وقصير أكثر منه يكون ربما مطول أكثر أنه رجعت لمرجعيات في الواقع أعتقد أنها تساعدنا على فهم الثورة التونسية أمرت سين الهندي اللي هو عالم اقتصاد ما هوش ماركسي يمكن اعتباره ليبرالي اجتماعي الإيراني أصف بيات اللي درست الثورة الإيرانية هو ابن الثورة الإيرانية ويسيري في الثورة الإيرانية ثم هو لا يعيش في أمريكا الآن وشهر التالي كان في تونس باستضافة المنتدى شهرين في ذكر الثورة أكسيل لونيت اللي هو المدير الحالي اللي معت فرانكفورت للدراسات اللي يحكي على ما يسمى بالنظال من أجل الاعتراف نانسي فريزر اللي هي كذلك فيلسوفة أمريكية تحكي على حق الاعتراف عند العمال وعند المثليين وعند السود وعند الأقليات وعند النساء وعند المعاقين هذه ربما مجموعات وفقات عديدة قاعدة ترجع للساحة واستعملت كذلك ربما فيلسوفة رانسي كلهم علاقات للحياة وشونتال موف بخلاف الارجنتيني اللي توفى هذه كلها قاعدة تحاول تعطي للقوى الاجتماعية للقوى الطبقية للمثقفين للأقليات للمهاجرين في أوروبا لكل المستهدين والمقموعين في العالم خنقوله لكل المستضعفين بلغة شيعية شوية قاعدة تعطيهم الكل إمكانية بناء السردية جامعة لنظال ضد الظلم والقهر والاستضعاف وضد الإهانة ظلم نين جاي؟ جاي أما ما تصلوا الديني أو عرقي أو عسكري ولا جاي من قهر طبقي واجتماعي واقتصادي ومالي ولا جاي كذلك ما تصلوا سياسي يعني منع الناس من التعبير عن أرأهم ونجمي جاي أحيانا من ديمقراطية ناعمة في الظاهر تعددية وفي الظاهر انتخابات وفي الظاهر تعدد حزبي وتعدد سياسي لكن ثورة الصندوق تتأخر وثورة الصندوق لا تأتي ربما الماركسيين في تونس ولا اليسار بصيفة عامة في تونس ولا قوات تغيير الاجتماعي والتقدم بصيفة عامة في تونس بإمكانها أن تفكر من جديد كيف يمكن أن نسير نحو ثورة الصندوق أعتقد ليس بمقولات إيجولوجية وفكرية وضغمائية لم تعد وظيفية الآن ربما أحسن خيط وصل ماهر حنين فتحت هنا لاختتام هذا الحوار معك حول كتابك مجتمع المقاومة ما بعد الإسلاموية ما بعد البرجبية ما بعد الماركسية إشارتك إلى أنه اليوم فما فراغ ما في المنظومة السياسية الحالية الفراغ هذا لا يعكس مجتمع المقاومة الفئات اللي قاعدة تقاوم الناس اللي قاعدة تقاوم المواطنين اللي دافعوا على كرامتهم اللي ما زالوا يحلموا بثورتهم المواطنين اللي يحلموا بدولة المواطنة الراشدة اللي ما زالنا ما قطعناش فيها خطوات كبيرة وكأنك تؤصل أو تدعو للقاء سياسي ما يعبر ويكون في مستوى انتظارات مجتمع المقاومة حتى ينعكس انتخابيا ونحب نربط هذا أيضا بمشاركتك في مبادرة مواطنون مبادرة سياسية مواطنية تقولوا أنها تعكس بعد وتمثل سياسي ديمقراطي اجتماعي هل أنه مواطنون اليوم انعكاس للتحليل التوصلته من خلال مجتمع المقاومة مهرحنين مواطنون محاولة مواطنون في الواقع هي محاولة هي إطار من بين الإطارات الممكنة هناك أطر عديدة أخرى فما أطر حزبية ما زالت قائمة الذات تتلعب في أدوارها اليوم الجبهة الشعبية إطار طيارة ديمقراطي إطار الجمهوري إطار هناك حزاب أخرى تشكل إطارات ليلعب هذه الأدوار هناك نقابات تلعب هذه الأدوار منظمات تلعب هذه الأدوار لكن الأكيد أن هذا المجتمع المقاوم هذا المجتمع التحتي هذا المجتمع الغير متمفصل هذا المجتمع اللي عنده سرديات فرعية ما زال ما بناش سردية جماعية خنقوله ما زال ما بناش روحية جماعية ربما نصح التعبير ليس له زعيم واحد ومنحسن ما يوليش عنده زعيم واحد ويستحيل يولي عنده زعيم واحد ما حسن الطاقات تنشأ تدريجيا من تحت ويكون فيها صوت ربما المجتمع التحتي عنده دور أكيد أنا لا أعتقد أن العمل السياسي ولا العمل التغيير الاجتماعي ولا الدور المواطني لكل مواطن مهما كان موقعه في المجتمع فيه تحقيب فما فترة العمل الفكري وبعد فترة العمل الميداني ولا النشاط العملي أن النظال السياسي يصرف في الحاضر وفعل ينجز في الحاضر ويفكر فيه في الحاضر ومن يتردد في الممارسة السياسية يبقى على الربوة كما قالت في أثيق الأولى متع مبادرة مجتمع المقاومة التجربة السياسية أو العمل السياسي فيه جاد منه مغامرة وفيه ربما أمكانية الخطأ وفيه أمكانية الإصابة لكن فما أمكانية الاستفادة من الدروس أعتقد أننا نتقدم ولو ببطر نحو بناء تمفصل ما بين هذا المجتمع التحتي الذي من المفروض أن يسوت لفئة قوى التقدم وقوى اليسار وقوى التحرر وهو الآن لا يسوت في هذا الاتجاه أعتقد أن نتقدم بهذا الاتجاه على الأقل على مراحل قد تكون الانتخابات القادمة فرصة أو مرحلة في هذا الاتجاه وهذا ما أتمنىه وهذا ما أسعى إليه يوميا من أجل بناءه جماعيا ولكن في تونس وأعتقد إن شاء الله مستقبلاً في الجزائر وفي السودان وفي فرنسا وفي العالم وفي أمريكا اللاتينية هناك اتجاه نحو معركة ما بين الشعبوية التي وراءها ربما مرجعية دينية أو إمكانية مالية كبرى أو نزعات قومية أو نزعات عنصرية وبين صوت الشعوب إحنا ماذا بينا نبقى مع شعوبنا مع مجتمعاتنا وأنا شخصياً نخير نبقى مع مجتمع المقاومة وبجنده وبحذه خير ما نغادره صح التعبير حتى وكان اليوم الأفق السياسي والملايذ السياسي والعنوان السياسي مازال مش واضح نبنيهم أبعضنا مبادرة مواطنون كمحاولة كما أسميتها لخلق تعبيرة سياسية مواطنية مالي مجتمع المقاومة وين تحبوا تصلوا بها ما رح نيت هي الهدف اللي تعاملت من أجله هي انتخابات 2019 الانتخابات تشريعية 2019 لكن المفاشة السارة في مواطنون حشتيت الحاجة الأولى أنه أنا شخصياً وهذا كان ربما فرضية نظرية توقعتها في الكتاب لكن لقيتها عملياً في الممارسة أن الأفقية بالفعل تمكن من تحرير التقات لو بنيت مواطنون أو لو بنيت أي تجربة أخرى على أساس عمودي أو على مركزية السعيم ومركزية الهيكل ما كانش فهم أمكانية بش تظهر ناس وتتكلم ناس وتعبر ناس على أراءها أحياناً بيتقلق وأحياناً بيتردد وأحياناً بيتعثر وأحياناً بيمشاركة في الحوار قاعد الراب في عديد الأصدقاء والصديقات والشبان والشابات في مواطنون يخرجوا ويعبروا عنه وحتى خارج مواطنون في المواطنون مش طولي حنوت أن يكون المستقلون عنوان في حد ذاته خالي من كل محتوى سياسي وخالي من كل محتوى برنامجي معادل الأحزاب المناظلة والأحزاب الديمقراطية الصامدة إلى حد الآن أو التي ما زالت تقاوم إلى حد الآن أنا أودافع عن فضاء ديمقراطي اجتماعي فيه قوى مدنية مواطنية سياسية ونقابية وهذا الفضاء فشنا في توحيده فشنا في التقريب بين مكوناته لكن أعتقد أن المسار والتكتل والجمهوري والجبهة والطيار والحزب الاشتراكي والجبهة الشعبية ومواطنون ونشارك والعديد من الأصدقاء هذا الفضاء حق له أن يكون له وزن في البرلمان وفي المؤسسات وفي الإعلام وفي النشر وفي السينما وفي الثقافة وجوده المجتمعي أكبر كثير ياسر من وجوده السياسي ما بعد مجتمع المقاومة ننتظروا كتاب جديد أو دراسة جديدة الميرحلين في الواقع لا جديدة عندي في الواقع ربما الأطروحة متاعي رسالة الماجستير يمكن نرجع لها لأنها كانت مخصة أكثر لشباب تالي يمكن نرجع لتالي مرة أخرى لقيام بتحقيقات تعديلية ورغم تكون هي الإصدار القادم كل الشكر ليك مهرة حنينا الناشط في المجتمع المدني عضو منتدى تونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبحث في علم الاجتماع لحضورك معنا اليوم طبعا كتاب مجتمع المقاوم ما بعد الاسلاموية ما بعد البرجيبية ما بعد الماركسية موجود في المكتبات وكان من الكتب اللي أثاروا اهتمام كبير خاصة في معرض تونس الدولي للكتاب مؤخرا كل شكر لك على حضورك معنا على كل هذه الإضافات برنامج هنا تونس ما زال متواصل